فلا يظن المسلم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كتابا لحديثه وينقل عنه ما قاله وما فعله كما قال عبد الله بن عمر بن العاص قال كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش قالوا تكتب كل شيء عن الرسول عن الرسول وهو بشر يتكلم في الغضاب وفي الرضا فتوقفت قال ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب والذي نفس بيده وأشار إلى فيه ما خرج منه إلا الحق وكما سيأتي لعبد الله بن عمر صحيفة فيها ألف حديث نقالها الإمام أحمد في مسنده وقال أبو هريرة ما أعلم واحدا من أصحاب رسول الله أكثر مني حفظا أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر بن العاص لأنه كان يكتب ولا أكتب فذكر أبو هريرة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إسعن على حفظك بيمينك